مع ظهور الهواتف القابلة للطي أصبح للشاشة الخارجية أهمية كبيرة ليش؟ لأنه بعد ما تفتح الجوال وتغلقه تحتاج إلى اختصار لوقتك حتى تشوف التنبيهات تشوف الاتصالات الرسائل وكثير من الأمور راح أعرفكم اليوم على موتورولا ريزر 50 ألترا تعالوا نشوف مع بعض وحياكم في بداية كل مراجعة تعودنا نشوف محتويات الصندوق وزي ما تشوفون طالما أن الصندوق بهذا الحجم معناته جاية كل الملحقات بداخله عملية فتح الصندوق لأي هاتف من موتورولا تختلف عن كل الهواتف لا تقولون هذه مبالغة يا طارق أنا بقول لكم ما هي مبالغة ليش؟ لأنك مجرد تفتح أي علبة من هواتف موتورولا على طول بيجيك هذا الشعور رائحة عطر موتورولا وهذه روائح عطرية موجودة فقط بداخل علب هواتف موتورولا هاتف موتورولا 50 ريزر ألترا وهذا رأس الشاحن بقدرة 68 واط عندنا غطاء حماية غطاء الحماية هذا ترى مو سهل واه ببسيط أبد يعني ندره هنا واش حاطين فيه مسكتين وجاي معه تعليقة يعني يكون بودي كروس مثلا ويكون الهاتف معلق بهذا الشكل ويالله افتح يا سمسن هذا هو هاتف موتورولا ريزر 50 ألترا لاحظوا حجم الشاشة العملاق طبعا لو نغلق الهاتف عندنا نقطة مهمة وهي الإغلاق التام لأطراف الهاتف هذه نقطة مهمة جدا واللي تحمي الهاتف من الغبار وتحمي يعني من دخول أي أشياء أتربة أو غيرها الإغلاق هنا مهم جدا فيه نتوءات خفيفة اللي هي عدسات التصوير هذه كاميرات من الجهة اليمنى عندنا رفع تقصير الصوت مع زر التشغيل واللي مدموج فيه بصمة الأصبع أما الجهة اليسرى واللي فيها فقط منفذ استخراج الشريحة الهيكل الخارجي شفنا شاشة خارجية مع كاميرتين ومن الخلف جلد صديق للبيئة مع شعار M موتورولا ومحفور كلمة ريزر أول شي بنتكلم عنه وش اللي يميز هواتف موتورولا اللي تميزها أنه فيه تطبيق اسمه موتو لما نفتحها نلاقي فيه إيماءات كثيرة وكثير من المميزات اللي تختلف عن الهواتف الأخرى وحدة منها يقول لك إذا جوالك جالس يرن على الطاولة وأول ما ترفعه يكون صامت وكل المميزات اللي بقولها تقدر تفعلها أو تلغيها إذا كنت في اجتماع مهم أو في مناقشة مهمة اقلب الجوال على وجهه وخله على الطاولة فراح يسوي دونت دستورب أو عدم الإزعاج يعني حتى لو جاك اتصال بيكون صامت جت لك رسائل بيكون صامت تماما وأول ما تاخد جوالك خلصت الاجتماع تبدأ تطلع لك الرسائل من المميزات أيضا هزتين يطلع لنا الفلاش هزتين ثانية تتقفل الفلاش طيب نبغى نشغل الكاميرا نسوي لفتين تبغانها على الكاميرا الخلفية شوفوا هذه الكاميرا خلفية نسوي كده صارت كاميرا السيلفي وعلى طار الكاميرا تقدر تستخدم هذا الجوال ويب كام تعرفون الكاميرا الخلفية هنا دقتها عالية جدا مقارنة باللابتوبات مع وجود حاتف قابل للطي فانت تقدر تسوي كذا تخليها على الطاولة وتكون متصلة الجوال مع اللابتوب وتكون هي كاميرا الويب كام يتصل عن طريق الكنكتيفتي خلي جهازك متصل تماما مع الكمبيوتر في الستريميك في نقل الملفات في الباحث في استقبال الرسائل في الاتصال وغيرها ومع ثورة الذكاء الاصطناعي قامت موتورولا بالتعاون مع جوجل في منتجهم جيميناي أو الجوزاء وأصبح التطبيق الرسمي موجود هنا موتورولا ريزر 50 ULTRA ما تفكرت بهذه الطاولة؟ موتورولا ريزر 50 ULTRA موتورولا ريزر 50 ULTRA موتورولا ريزر 50 ULTRA عن طريقها مكالمات هنا كل خياراتك بالإضافة أنك تقدر تضيف أي تطبيق موجود على الهاتف وتخليه في الشاشة الرئيسية لاحظوا هنا نقدر نفتح اليوتيوب بشكل كامل شاشة رائعة نقية خلنا نرفع الصوت يكمل لنا المقطع إذا افتحنا الشاشة الشاشة إلى شاشتين أو صفحتين وذا يبقفل المقطع هنا ينزل تحت أقدر أكمل في اليوتيوب مو بس كده تقدر تحمل حتى الألعاب والحين بتكلم عن المواصفات من معالج ورام ومساحة تخزين وأيضا ما هي العتاد بالداخل الرام عندنا 12 جيجا بايت أما مساحة التخزين 512 جيجا بايت ألوان الهاتف يأتي بأربعة ألوان لون الحوت بينك ميدنايت بلو بيچ فوز وأيضا سبرينغ غرين البطارية 4000 ميلي امبير آور الشاشة الداخلية واللي هي قابلة للطي LTPO من نوع أموليد وتدعم إلى مليار لون ومدعومة بتقنيات Dolby Vision معدل التحديث فيها 165 هيرتز وتدعم HDR 10 بلس والإضاءة فيها 3000 شمعة هذا يعتبر من أكثر الهواتف الخارقة خصوصا في الشاشة الداخلية واللي حجمها 6.9 من البوصة الشاشة الخارجية أيضا من النوع الأموليد وتدعم إلى مليار لون وأيضا فيها تقنيات Dolby Vision ومعدل التحديث فيها 165 هيرتز الإضاءة فيها 2400 شمعة 4 بوصة Corning Gorilla Glass Victus المعالج من Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 هذا يأتي بمعمارية 4 نانومتر حرارة أقل استهلاك للطاقة أقل وأداء عالي جدا نجي الحين للكاميرات رح تشوفون وش النتيجة للتصوير عن طريق هذا الحاتف أنا حقيقة استمتعت بالتصوير فيه كل اللي رح أستعرضه لكم ما تم التعديل عليه أبدا لا من ناحية الصور أو مقاطع الفيديو كلها أخدتها من الجوال وحطيتها أمامكم حتى تشوفون بنفسكم قدرات ومخرجات هذه الكاميرات الكاميرات الخلفية ثنائية 50 ميجا بيكسل 50 ميجا بيكسل أعطت نتائج رائعة جدا عندنا تصوير الفور كي ممكن يكون بـ 30 أو 60 فريم بير سكند وتدعم الـ HDR 10 بلس أما كاميرات السيلفي وتدعم الـ HDR تدعم أيضا الفور كي إلى 60 فريم بير سكند الجوال يدعم الـ 5G يدعم الـ NFC من ناحية السبيكرات فموجود فيه ستيريو سبيكر فالجهاز يعتبر فعلا رائع جربت عليه الألعاب مشاهدة مقاطع أفلام سلس ما لاحظت عليه تعليق وخصوصا أنه يعتبر من هواتف الـ flagship أو الهواتف الرئيسية اللي الشركة حطت فيه كل المواصفات اللي يتمناها الأشخاص اللي يعتمدون كثير على هواتفهم بالنسبة لي أشوفه هاتف يفيد أكثر من فئة في المجتمع كل هذه يعني عبارة عن تشكيل عملتها موتورولا لهاتف جدا رائع إذا أعجبكم المقطع لا تنسون تضغطون على زر الإعجاب وتشاركونه مع أصدقائكم وأحبابكم وأكيد يشرفني اشتراككم في القناة ألتقيكم إن شاء الله في مراجعة أخرى وفي أمان الله